حطت طائرة Solar Impulse 2 التي تعمل على الطاقة الشمسية مساء الخميس في مدينة ماندالي ثاني أكبر مدينة في بورما بعد أن أنهت في وقت قياسي المرحلة الرابعة في رحلة حول العالم غير مسبوقة بدون استخدام قطرة وقود واحدة وحطت الطائرة بعد 13 ساعة طيران من مدينة فرناص المقدسة في الهند أي لمسافة حوالي 1400 كم حلقت خلالها فوق الهملايا من سفحها الجنوبي وكان من المتوقع أن تستمر هذه الرحلة 20 ساعة لكن الرحلة كانت أسرع بسبب الرياح المؤتية التي سمحت للطائرة بأن تطير بهذه السرعة القصوى وقادت طائرة في هذه الرحلة الطيار السويسري بيرتران بيكارا وكتب الطيار في تغريدة على تويتر بعيد هبوط الطائرة في ماندالي حيث كانت زوجته وابنته في استقباله إنها لحظة لن أنساها الهبوط في بورما